وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوال سورة الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يس هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لب المرصاد فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم، أما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول أقول ربي أهانا كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يؤذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ترجمة نانسي قنقر